قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهل تعرفون أبا حسل؟ أظن أن أكثركم لا يعرفه وأبو حسل هذا كنية للضب ولهذا حكاية ذكرها الأدباء في كتبهم خلاصتها أن أرنبا كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها فأمسك الأرنب بتلابيب الديك وأصر أن يذهب به إلى أبي حسل ليكون حكما بينهما في هذه القضية فانطلق جميعا حتى وقف على باب الجحر ونادت الأرنب يا أبا حسل فقال لها سميعا دعوتما قالت إني جئت أنا وهذا لنختصم إليك قال في بيته يؤت الحكم قالت كان بيدي ثمرة فقال لها حلوة فكليها قالت فخطفها مني هذا فأكلها قال ما يبغي إلا الخير قالت فلطمته قال بحقك أخذتي قالت فلطمني قال حر ننتصر قالت فاقضي بيننا قال قد قضيت أبو حسل هذا أبو الدبلوماسية الدبلوماسي لا يغضب أحدا ولا يحل ولا يربط يقول لك ده كلام دبلوماسي كلام دبلوماسي يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثة وعشر وعشرين ولذلك أنت إذا راجعت حتى قاموس الدبلوماسية المعاصرة تجد أن الدبلوماسية لا تحل في الحقيقة إنما ترجع المشكلة تبعدها قليلا لكنها لا تزيلها طريقة أبي حسل هذه أنه ما رد الحق إلى أهله وما أغضب أحدا وما حل المشكلة هذه الطريقة لا تصلح في دين الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل لما أرسل رسولا وأنزل كتابا إنما كان المقصود من ذلك أن يقيم الناس على ما يحبه ويرضاه اللي هي العبودية وهي كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال كلامي أو كلام غيري يستحيل أن يرضي كل الناس سيغضب أناس ويرمونك بالحجارة وسيرضى أناس عن طريقة طرحك للكلام وأنا أحاول أن أكون هادئا مع أن في نفسي بركان لأنني أخشى إن غضبت أو أنه إذا انفعلت أنه يعني ترجع لي مسألة السعال فلا أستطيع أن أتم الحلقة فأرجو أن لا يتصور أناس أننا إذا خاطبناهم بكلام هادئ رصين أن يتصور هؤلاء أننا لا نعيش حقيقة المأساة التي يعيشها إخوان المسلمون في غزة وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن صاحب الصوت العالي ليس أعظم جزعا من الساكت وضربت المثل بأبي بكر وعمر في حادثة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انظروا كيف كان يفعل عمر من هول الصدمة وكيف فعل أبو بكر رضي الله عنه لما جاء من السنح وقال لعمر على رسلك أيها الحالف ثم تل الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ثم دخل فقبله صلى الله عليه وسلم وقال طب تحيا وميتا لا يتصوران أحد أن أبا بكر لم يكن قلبه مفعما بالحزن أكثر من أقل منها لا أبدا أبو وكر الصديق معروف مكانته من النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم قدر حبه ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمه فيها أحد إطلاقا الإنسان إذا تداعت عليه المعاني سواء كانت بالفرح أو كانت بالحزن ربما فقض سداد تفكيره إذا اندهش إما بالفرحة وإما بالحزن قد تضيع منه الأدلة وتضيع منه الحكمة عندنا مثلا في حديث أنس في صيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لَاللَّهِ لَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاهِ وهذا الرجل اللي هو في الفلاة في الصحراء معه راحلته وعليها طعامه وشرابه نام الرجل تحت شجرة ثم استيقظ فلم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فبحث عنها حتى يأس منها وأيقن بالموت فقال أرجع إلى مكاني وأموت فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح شدة الفرح تزيل العقل عن مكانه شدة الحزن أيضا شدة الغيرة أي شيء يجتال المر بهذه القوة إنما يعني يجعل عقله أجنبيا فلذلك ونحن في هذه المحنة نريد أن نرجع إلى السؤال الذي يسأله الناس جميعا كيف ننتصر وما هو سبيل التمكين أقول هذا مع إحساس المر بعجزنا وضعفنا عن نصرة إخواننا المسلمين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين زي العراق وزي أفغانستان وسائر بلاد المسلمين إلى البؤر المشتعل في العالم كله أولا لابد أن تعرف من هو عدوك وما هي صفاته والذي أنا على يقين منه أن كل الذين تناولوا محنة المسلمين في غزة تكلموا عن صفات اليهود في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وأظن الجماهير جميعا تعرف صفات اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين واللفظ لمسلم قال لو تابعني عشرة من اليهود لم يبقى على ظهر الأرض يهودي إلا أسلم عشر اليهود اليهود بخلاف النصارى اليهود قلوبهم قدت من حجارة بل الحجارة أليا منها وهذا ليس كلامي هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يعني الحجارة أليا من قلوب اليهود لشان كده لما واحد يعني في أمثالنا الدارجة العامية لما واحد يكون قلبه قاسي جريء يقول له أخي أنت يهودي أخذ هذه الكلمة من كلام الله تبارك وتعالى قسوة قدت قلوبهم من حجارة ولذلك يندر أن تجد يهوديا يسلم بخلاف النصارى كثير منهم يسلمون إنما اليهود لا نبي عليه الصلاة والسلام يقول لو تابعني عشرة من اليهود طبعا اليهود هنا اسم جنس محلّة بالألف واللام يفيد العموم وقد أسلم أكثر من عشر من اليهود طبعا وأكثر من عشرين وثلاثين واربعين فإيه معنى الكلام؟ معنى الكلام كما ورد في مسند الإمام أحمد لنفس هذا الحديث اليهود هنا هم أحبار اليهود كما ورد نصا في مسند أحمد قال لو تابعني أو لو آمن بي لفظه أحمد لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لما بقي على ظهرها يهودي إلا أسلم أو لأسلم كل يهودي على وجه الأرض طبعا أحبار اليهود ما أسلم منهم إلا أقل القليل كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حبرا من أحبار اليهود الكبار ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثاته وطرح عليه بعض الأسئلة وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام آمن عبد الله بن سلام لكنه قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهد يكذبون فلا تعلمهم بإسلامي قبل أن تسألهم عني فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود واختبأ عبد الله بن سلام خلف ستارة أو خلف باب فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا قالوا أرأيت من أسلم قالوا معاذ الله أن يسلم فخرج عبد الله بن سلام من خلف الباب وناطق بالشهادة فقالوا شرنا وابن شرنا الكلام دا ما بين خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا وما بين شرنا وابن شرنا ما فيش دقيقة واحدة قوم بهت فأحبار اليهود زي كعب بن الأشرف ورافع بن أبي الحقايق وزي حيي بن أخطب وأخو أبو ياسر بن أخطب وفنحاص والجماعة دول كلهم لم يثبت إيمان واحد منهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدلك على طبيعة في اليهود أنهم تابع لأحبارهم وزي كالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تبعني عشرة العشرة دول كل واحد منهم كان خلفه قبيلة أو كان خلفه كتيبة من اليهود كطبيعة السادة يعني سعد بن معاذ رضي الله عن سعد لما دخل مصعب بن عمير إلى المدينة واستطاع بفضل الله عز وجل ثم بحكمته البالغة وكان شابا استطاع أن يعني يقنع سعد بن معاذ سيد بن حضير وجماعة بالإسلام فسعد بن معاذ كان سيد الأوس لما أسلم سعد بن معاذ ذهب إلى الأوس وقال وجهي من وجوهكم حرام إن لم تسلموا فأسلموا عن بكرة أبيهم واحد فرد يسلم خلفه كل من دان له بالطاعة سعد بن عبادة كان سيد الخزرج تابعه الخزرج جميعا بعد ما كان الأوس الخزرج يتلاحياني وبينهما معارك مستمرة جمع بينهما الإسلام فكل حبر من أحبار اليهود خلفه أمة فلو أسلم هذا الحبر لا أسلم من خلفه أدي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني عشرة أو لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لما بقي على ظهرها أو على ظهر الأرض يهودي إلا أسلم فلابد أن تعلم طبيعة عدوك وأن تعلم صفات هذا العدو وتتعامل معه بصفاته قضية فلسطين بقى لها ستين سنة ما استطاعوا أن يحلوا ويضعون شعارا خطأا يقول لك الصراع العربي الإسرائيلي ده تعبير غلط المفروض اسمه الصراع الإسلامي اليهودي اليهود يتحركون بعقيدة يعني لما قتل الرئيس السادات سنة 81 وكانت الجنازة بتاعته يوم سبت وجاء من أحن بيجن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك ونزل في فندق في مدينة نصر على شارع صلاح سالم وما بين الفندق ده وما بين المنصة أكتر من ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو متر وكان اليوم يوم سبت واليوم السبت اليهود لا يركبون فيه دابة يوم السبت التوراة يقوله التوراة بتقول لا تركبوا داب يوم السبت معنى أن من أحن بيجن يمشي من فندق من هذا الفندق إلى المنصة وطبعا هذه المسافة فيها عمارات شاهقة العمارات 15 دور على الأقل والدور فيه مش أقل من 7 شؤة و4 شؤة و5 شؤة وكده يعني كثفة سكانية والبلد مش عارفين ما الذي جرى لحد ما هذا الوقت يوم السبت ده ما كانت الدولة ولا رجال الدولة يعرفون ما الذي جرى على وجه الخصوص فمعنى أن يمشي رئيس وزراء اليهود على رجله يعني هذا يكلف الدولة تكليفا باهظا من جهة الأمن يكون ماشي واحد يكون من شباك ولا بتاعي يحدف عليه قنبلة ولا يرميه برصاصة ولا بتاعي تبقى مشكلة حاولوا يقنعوه أن البلد فيها هرد ومرد وإن مسألة أنك تمشي على رجلك من الفندق إلى المنصة دي بسألة مكلفة جدا وهتعمل لنا إشكالات كثيرة والبلد بتغلي والبلد مولعة قال لهم لا أستطيع أن أركب دابة إن التوراة تمنعني من ركوب الدابة نهاردة السبت ومشي على رجل أيا كان اعتقاده باطل أبطل الباطل لكنه متمسك به اليهود يتحركون بعقيدة عملنا مبادرة السلام لم يرفعوا من على باب الكنيسة إسرائيل الكبرى من نيل إلى الفراد لم يرفعوها حتى ذرا للرماد في العيون حتى يعني كده باب الدبلوماسية لا لم يرفعوها ظلت كما هي لحد اللحظة اللي أمتكلم فيها دي برغم المفاوضات وبرغم المبادرات السلام والموائد المستطيلة والمستديرة حتى الآن لم يحرزوا تقدما مطلقا أنتوا طبعا عارفين هتلر عمل محرقة اليهود هتلر له كتاب اسمه كفاحي سطر فيه حياته ونضاله وكفاحه جملة وردت في هذا الكتاب يقول فيها لقد كان في استطاعتي أن أقتل كل يهودي على وجه الأرض لكنني تركت بعضهم لتعلمون لما أبدتهم ليه كنت بقتلهم سيبت لكم بس عينات عشان تعرفوا أن أنا كنت على حق عندما قتلت هؤلاء وحركتهم بالنار سيبك من هتلر ده راجل بقى الهولوكوست بقى وبتاعه وحدوتت المحرقة والكلام ده سيبك منها أنا حساءاتي إلى بن جوريون بن جوريون في ناس لما تتل عليها كلام الله ورسوله ما يديك شويد وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قال الله قال الرسول إبقى أنت متخلف وراجع الكلام إنما تجيب الخواجة وتتكلم إذا به يعني يعطيك أذنه ويعطيك سمعه ويشرأب بعنوقه إليك في فبراير سنة سبعة وستين قبل الهزيمة بتاعت خمسة يونيو سبعة وستين سؤل بن جوريون لماذا لا تمدون أيديكم بالسلام إلى العرب وهم يمدون أيديهم الكلام ده كلام مترجم ومنشور فيه الكتب تاريخ مر عليه أكثر من خمسة وعشرين سنة يبقى خلاص ما عادش وثيقة لم يعد سر أنتوا ليه مش عايزين السلام العرب بيمدوا أيديهم مش عايزين ليه ماذا قال قال نحن قوم لا نحيا إلا بعدو فإذا لم نجد عدوا صنعنا عدوا خلي بالكم الكلام فائدة من السلام مع اليهود أبدا الرجل لخص القضية كلها قال نحن قوم لا نحيا إلا بعدو ليه لأن المجتمع اليهودي مجتمع متفكك ليس لحمة واحدة يهود شر وأول ما تسمع صراخ واحد مات حريقة قامت في البيت أنت بتنسى العداء وبتنسى المحكمة المحكمة والقضايا والكلام تقوم بتجري عشان تنجد هذا الجار المصائب هي التي تجمع الناس مهما كانوا مختلفين فمعنى أننا أقول أننا حمد يدي بالسلام أننا حدوب وهضيع إنت نفضل كلنا يدوا واحدة يوم ما يكون عندنا عدو طب ما فيش عدو يبقى نصنعه نختارع عدوا حتى يجتمع الناس بعد الأربع سنوات من انتخاب الرئيس الأمريكي بوش وفشلوا في العراق وفشلوا في أفغانستان وتبديدوا لثروة أمريكا في مغامرات تافهة ظن بعض الناس في سباق الانتخابات الأمريكية أن بوش سيسقط في الانتخابات أنا كنت أعلم بما قرأته أنه لن يسقط ليه؟ استطاع أن يوحد أمريكا على عدو قال لهم العراق واستحة الدمر الشامل والجمراء الخبيثة وده كل من صنع المخابرات جمراء خبيثة بتاعيه؟ هو المخابرات عملت قصة الجمراء الخبيثة ولما يموت واحد والتين والعاشرة واقول مات واحد في غرب البلد واحد في شرق البلد بالجمراء الخبيثة هم حيقود يدوروا ورايه وشوفوا مات بإيه؟ هذا كله زي الأطباق الطائرة برضو من صنع المخابرات الأمريكية لإلهاء العالم قصص معروفة وأنا طبعا كده مش أن عندي الكلام ده من كتب المخابرات نفسها فاستطاع أن يجمع الأمريكان على عدو ولذلك نجح بجدارة لولاية ثانية فيبقى أي مجتمع في الدنيا يريد أن ينتصر لابد أن يمشي في خطين متوازيين الخط الأول أن يعرف من هو عدوه عدونا اليهود لا يعرفون شيئا اسمه السلام أبدا يستحيل حيكون بيننا وبين اليهود السلام عيشوا عشرات السنين في المفاوضات مفاوضات الاستسلام والانبطاح حتلاقي برضو قصة كما هي اعقد مؤتمرات كما هي أوعي يكون حد فيكم مفكر أن إسرائيل وهي داخل غزة تريد أن تقضي على حماس لا لابد أن تظل حماس وإسرائيل هي اللي هتحافظ على حماس ممكن يقتلوا ويبددوا الكلام ده لكن إذا حصل نوع من الصلح المجتمع الإسرائيلي هيهودية حيتفكك يبقى لازم تفضل حماس موجودة عشان تبقى ذريعة مستمرة كل حاجة يبقى اضرب ليه عملين يعملوا صواريخ وعملين يعملوا قنابل وعملين يطوروا في الأستحن ونش عارفه وإحنا غلبانين ومسكين وعايزين يدفع عن نفسنا ويبكوا عند حقاة المبكى ويعملوا كل حاجة إيه وعا تكون مفكر أن الحماس دي هم عايزين يشيرها من على الأرض الكلام ده لا الكلام ده كلام يقال نهارده اليوم التسعتاشر حرب أكتوبر حرب رمضان اللي كانت بيننا وبين اليهود كانت من ستة أكتوبر لستة وعشرين أكتوبر يمكن لتلاتة وعشرين كان يعني وقف اطلاق النار والفضل في مسألة الاشتباك والكلومية وواحد والكلام ده كان من يوم تلاتة وعشرين أخذوا القرار فضلت إسرائيل تضرب برضو بعد يوم تلاتة وعشرين وحصرت الجيش التاني والتالت كما هي القضية المعروفة في وثائق حرب أكتوبر التي نشرت كلها يبقى من ستة لستة وعشرين قادي عشرين يوم خلاص دولة اليهودية خلاص الرابط على عشرين يوم في غزة تضرب من السماء نعم لكن على الأرض ما تعرفش تعمل حاجة يعني مكاسبها على الأرض قليلة جدا ليه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يطير كويس ويضرب من فوق آه لكن ما يعرفش يعملون واجهة برية سأنهم شأن أي جيش حتى في العراق حتى في لما العراق دخل الكويت مين اللي عمل الحرب البرية عشان يبقى وقود الحرب هم العرب مين اللي مكن للأمريكان في أفغانستان هم العرب أو هم الجماعة الأفغان لكن هم أعداؤنا يرمي من فوق بس لكن ما يعرفش يشتغل على الأرض وأمريكا لم تنتصر في أي حرب دخلتها في العالم كله بعد الحرب العالمية التانية والكلام ده لما دخلت فيتنام عملت إيه فيتنام بعد أكتر من عشر سنوات خرجت تلعق جراحها لما دخلت الصومال اللي هم جلدة على العظم ماذا فعلت خرجت تلعق جراحها ما فيش حرب حقيقية نستطيع أن نقول أمريكان أو غيرهم استطاع أن يدخلوها وانتصلوا فيها في الوقت المعاصم إنما زي الفتوة اللي عايش بسمعته يقول لك أنا عندي عندي أقمار صناعية بتكشف مركة الفنيل وبتعرف دبت النملة وهكذا فأنا عايز أقول أن مسألة أن اليهود يعطوك يدا بالسلام المسألة دي مش هتحصلة لبدا إبقى ده الرئيس الإسرائيلي يقول نحن قوم لا نحية إلا بعدو طب إذا كانوا مش هراذم ومتفرقين وبأسوهم بينهم شديد كما قال الله عز وجل في سورة الحشر إحنا لو عايزنا ننتصر نعمل بعض الناس استشكل وجود بعض وجود آية الربا في وسط الكلام عن غزوة أحد في سورة آل عمران في سورة آل عمران من أول من أول قوليه تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع العليم إلى تمام ستين آية دي غزوة أحد في أثناء الكلام عن غزوة أحد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون إيه دخل آيات الربا بغزوة أحد أو آية الربا هذه بغزوة أحد أي مجتمع يريد أن ينتصر إلى على عدوه في الخارج لابد أن يكون نحمة متماسكة من الداخل والربا من أعظم ما يبدد الأمم ويمزق النسيد المرابي ليس في قلبه رحمة المرابي يمص دماء الناس سواء كان بنكا أو كان شخصا يمص دماء الناس وفي حديث سامر بن جندب في آخر كتاب التعبير من صحيح البخاري والذي أوله حديث طويل الذي أوله كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول هل رأى منكم أحد الرؤية وفي يوم من الأيام لم يسأل الصحابة هذا السؤال المعتاد إنما قال لقد رأيت رؤيا جاء رجلاني أو ملكاني فابتعثاني أي قضاني وقال لي انطلق انطلق انطلقت معهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد من هذه المشاهد المشهد الآتي رجل يسبح في نهر الدم ورجل على الشاطئ عنده حجارة كثيرة اللي بيسبح في النهر يدور دوره ويأتي بالقرب من هذا الذي يقف على الشاطئ وماعه حجارة فاللو يقف على الشاطئ يرميه بحجر فهذا الذي يسبح يلتقم الحجر بفمه ثم يدور يأخذ دورة ثم يعود إلى الذي يقف على الشاطئ فيرميه بحجر فيلتقم الحجر بفيه ثم يعود يعني يدور في النهر دورة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنهى هذه الرحلة مع الملكين مع جبريل وميكائيل عليهم السلام سألهما عما عن هذا الذي رأاه فقال له أما الرجل الذي يسبح في نهر كالدم فإنه آكل الربا آكل الربا الجزاء من جنس العمل مص دماء الناس بيسبح في الدماء ثم ماذا أخذ في نهاية حياته ماذا أخذ في نهاية المطاف الحجارة هو دا اللي طرع به من الربا الحجارة لا تنبتوا كلأا حجر صفوان إذا طرع في الآخر مدين أنا ما أعلم قط رجلا تعامل بالربا إلا مات مفلسا لا يغرنك هذا الذي ترى المليارات والكلام دا مفلس وديك شايف الربا ماذا فعل في العالم أسقط كثيرا من اقتصاد العالم أسقط أمريكا الآن يعني أنا أقرأ الآن وأسمع أكثر من ملياردير بينتحر والصغار اللي هم كانوا اشتروا البيوت من البنوك وفضلوا طول عمرهم يسددوا فوائد الديون والديون كما هي كل اللي يقدر يعمله عشان يفش غله يروح أمام البنك الذي كان سبب إفلاسه ويضرب نفسه بالنار وزادت نسبة الانتحار في أمريكا ما بين المفلسين إلى عشرين بالمية وستظل الكارثة دي عدة سنوات حتى تستفيق أمريكا اللي بيقولك الاقتصاد الأمريكي والكلام ده الدخل القومي الأمريكي خمسة تريليون خمس تلاف مليار هي الآن مدينة باثناشر تريليون اثناشر تريليون ده اللي هو اثناشر ألف مليار يعني بيعندهم الدخل القومي كله بشكل خمسة وهم مدينين باثناشر يبقى فيه سبعة تريليون على بال ما يعوضوا القصة دي دي قصة طويلة حتى النهاردة الرئيس الأمريكي قبل أن يغادر منصبه وقع على أن تكون الفائدة صفر عشان أمريكا تنجو من كبوتها والبلاد التابعة له معنى أن الفائدة صفر يعني ما فيش ربا وطبعا الناس الاقتصاديون الكبار في بلاد الغرب قالوا بصراحة وبالفهم المليان نحن في حاجة هذه المرة إلى أن نقرأ القرآن ولا نقرأ الإنجيل حل كله في القرآن تكون نسبة الفائدة صفر اللي هو أنه ما فيش ربا فإذا الربا أسقط الدول وأسقط الأفراد ما فيش واحد مرابي ممكن يموت بخير أبدا لابد أن يفلس قبل أن يموت فالربا هو الذي يمزق المجتمعات فوضع آية الربا في وسط الكلام عن غزوة أحد معناه إذا أردتم أن تنتصروا في معركة فليكن نسيجكم واحدا أدي معنا الكلام ومش المقصود الربا بس كل ما يشبه الربا مما يمزق المجتمعات لابد يكون في نوع من الإنسجام والتراحم ما بين الراعي والرعية ما يكونش فيه تنافر زي التنافر اللي احنا شايفينه الآن اللي يقرأ الجرائد يحصله خبل من الرأي والرأي المضاد ولا تعرف من الصادق ومن الكاذب فعشان كده احنا بنقول أن الله تبارك وتعالى تكفل بالنصر لكنه جعل له شروطا وعده في القرآن كله لا تخلف ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبان أنا ورسلي يبقى الرسل نصرهم الله عز وجل على أقوامهم يبقى أتباع الرسل اللهم الجند الجند وإن جندنا لهم الغالبون تعرف من الجندي الذي يستحق أن يغلب الجندي هو الذي لا يخالف أمر سيده أو أمر قائده أدي الجندي ولا يفلح قائد قط إلا إذا مارس الجندية ودي مسألة مهمة لا يكون هناك قائد ناجح إلا إذا كان جندياً ناجحاً ابتداءاً والجندية دي هي العبودية العبودية الله عز وجل نهارده لما ننظر في مجتمعات المسلمين والمخالفات التي تملأ ديار المسلمين نحن نعلم بكلام الله عز وجل الذي لا تخلف أنه لا يمكن أن ننتصر لأن الله عز وجل وضع شروطاً إن تنصروا الله ينصركم أو الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وناهوا عن المنكر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن ليه؟ التمكين والكلام ده ليه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك أم الفاسقون يبقى عندي لابد من تحقيق شروط وانتفاء موانع بلاد المسلمين لأن تعج بالمخالفات في كافة الأنحاء بدءاً من الاعتقاد إلى آخر ما أنت متصور ففيها مخالفات كثيرة فما جيش واحد بعد كل هذا يصرخ أين النصر؟ يعني أذكر لكم شيئاً في منتهى القبش أنا علمت بها فقط في الأسبوع الماضي عشان تعرفت دوني مشهة زي حتى في الشريحة اللي إحنا ممكن نقول أنها شريحة إسلامية القناوات الفضائية لا يشك أحد أن الله عز وجل سقى بها البلاد والعباد وأنه لم يكن أحد يتوقع نحن لا نحن ولا غيرنا أن تؤتي هذه الفضائيات الثمرة الكبيرة جداً التي رأيناها بأعيننا وأن بلاداً بأكمالها فتحت بهذه القنوات طيب النهاردة في بعض أو قناة من القناة الإسلامية سمحت لأخوات منتقبات أنهم يعملوا برامج للجماهير مرئية في القناة الفضائية واحدة بني أدمى منتقبة أعدى قدام الكاميرا عشان تخاطب الملايين وقالوا أننا رأينا هذا في بعض القنوات ماهداء من الخبل هذا من الخبل الذي نعيشه الآن بأي دليل تخرج مرأة على قناة فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنبات الأرض وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه العلم إنما هو للرجال العلم بتاع الرجالة بس أي مرأة مع احترام يعني عشان ما فيش واحدة تفكر أن أنا بفطس في الكل أي مرأة مهما صعدت هي مقلدة وعامية ما فيش مرأة درسة العلم على أصوله تعرف تفرع صحة وتعرف تستنبط صح وتعرف تخرج صح وتعرف الحديث صحيح ولا ضعيف والكلام ما فيش واحدة أنا أعرفه على الأقل وأنا أعرف تقريبا معظم المعلمات اللي بيعلمه في مصر من الأسئلة لما بيسألوني إياها والكلام ده فأنا أعرف مستواهم نفع الله عز وجل بهم كثيرات من الأخوات آه ممكن تعود تعمل مجلس خاص ممكن تعمل درس في مدرسة في معهد علمي والكلام ده ليه لإن الجهل فاشي في النساء معروف الجهل فاشي في النساء فأي معلمة من دول أرد كلمتين أو ثلاثة أو أربعة بتستطيع أن ربنا عز وجل يهدي بها كثيرات من الأخوات لكن أنا عايز أفهم يعني والأصل عندنا أن تقر المرأة في بيتها والأصل أنها لا تخاطب الرجال إلا لضرورة وإنها تعتذر الرجال ده الأصل الأصيل في القرآن والسنة اللي مش عايز مش عايز ننطح في بعض فيه وأنا يكفيني آية واحدة في كتاب الله عز وجل قالها الله عز وجل للمؤمنين ونساء النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الحجاب عندنا نوعان حجاب البيوت وحجاب البروز حجاب البروز لما تكونها تطلع من بيتها يبقى الست دي تتجلب جلبابا كاملا إننا حجاب البيوت مش إن المرأة تلبس النقاب حجاب البيوت إنها تتكلم من وراء ستار من وراء قدار من وراء باب فالله عز وجل يقول للمؤمنين الصحابة وهم أطهر الناس قلوبا إذا أردتم شيئا من أمهاتكم مات المؤمنين كلمها من وراء ستار طب دي أمي وأزواجه أمهاتهم أكلم أمي من وراء ستار أزاي هي أم المؤمنين في ترك نكاحها وفي تعظيمها أما فيما عدا هاتين فهي كسائر نساء المؤمنين يحرم السفر بهن ويحرم الخلوة بهن بإجماع العلماء ولم يخالف في هذا إلا قليل زي بن خزيمة رحمه الله في صحيحه لما قال النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لسنا كسائر النساء لأمهات لا حكم الأم التي ولدتك وسائر أهل العلم يخالفون في هذا يقولون لا يجوز لرجل أن يخلو بواحدة من أم المؤمنين زيها زي أي امرأة من المؤمنات ولا يحل لأحد أن يسافر بامرأة من أمهات المؤمنين وحده ومعها فقط هم الأثنين مع بعض لا دلأ إنما وأزواجه أمهاتهم أي في ترك نكاحها فإنه لا يجوز لأحد أن ينكح النساء النبي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيبا طيب طيب دي أم المؤمنين يعني حتى لو واحد قلبه مل أم المؤمنين هيعمل أي يعني هيجوزها ما هو مش هيعرف يعمل القصة دي فنساء النبي عليه الصلاة والسلام أطهروا النساء قلوبا والصحابة أطهروا الناس قلوبا أطهر ممن جاء بعدهم قلوبا في الجملة يقول الله عز وجل للصحابة وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ليه ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن يبقى لما المرأة تؤمر بهذا تموحدة تطلعلي على فضائية عشان تديلي برنامج تجويد ولا حتفت تقولي إيديا لا يفعل هذا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر دي منظرة اللي المرأة بتعملها دي منظرة لا أكثر ولا أقل والفضائيات كما قلنا نفعل الله بها لكن فيها زخم وفيها عك كتير النساء اللي بيتصلوا بالتليفونات عشان يقرأوا على الرجل في التلفزيون أنا نفسي أفهم يعني دي بتقرأ ليه ما تروح ما قرأ فيها واحدة أخته اللي حاجة تعلمها لكن تتصل وتقرأ بالتليفون وتحسن في صوتها والكلام ده هذا منكر لا يجوز لا تفعله مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر واحد من اللي يقول آه نتلقى اتصال ها أيها سيتة عايزة تقرأي اتفضلي خالي بس اقول لي لي اسمك ايه تقول لي أنا اسمي واردة يقول لي الله ريحتك حلو أي والله حصل حصل آه نعم آه مين أنا فتكات فتكات على كده تلعبه مصرعة طيب يا فتكات يقرأي لنا حاجة كده من صورة القتال ما فتكات بقى تقرأي لنا حاجة من صورة القتال ويبقى يهذر ويعمل الحدوتة دي ده 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 ممكن نسميه دين ده كوم وتأويل الأحلام ده كوم تاني عندنا علماء متخصصون في مسح الجيوب أيوة ستة شفت ايه آه والله كنت شفت ان أنا لابس اخضر فاخضر آه كنت طايرة بجنحين تقول له لا يقول له الحمد لله لو كنت طايرة بجنحين كانت مشكلة الحمد لله انا كوافع على الارض ولو قالت له ان انا كنت طايرة بجنحين يقول له الحمد لله لو كنت واقفع على الارض كانت حصلتك مشكلة واللي بيتصل في البرامج دي مية في المية نساء ما فيش راجل في الدنيا يروح يشتغل ويطفح الكوتا ويعرق عشان يجي يصرف له ثلاثين أربعين جنيه عشان يقول له والله أنا حلمت بكذا وكذا وكذا إنما اللي بينسع الكلام دي النساء الفارغات والنصب على أشد في المسألة دي عندنا زخم حتى في القنوات الليقولة القناة الإسلامية طب ما دي كلها مخالفات وهذا خروج عن قانون الشريعة يبقى عندنا حتى حتى في المجتمع اللي احنا بنؤمل أن يقف على حدود الله تبارك تعالى عملي خلطه وكمان فإذا أصابته مصيبة قال أن هذا قل هو من عندي أنفسكم يبقى كل مصيبة تأتي للإنسان للأمة سواء كانت جماعة أو كانت أفرادا إنما هي بسبب المخالفات وأنا أذكر لكم ما تعرفونه من قصة بدر أنتم عارفين كيف كانت غزوة بدر وكيف كانت غزوة حني غزوة بدر قال الله عز وجل وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَذِلَّةِ لَهَا مَعْنَيَانِ المعنى الأول الدارج المشهور أنكم كنتم قلة لا معاكم سلاح ولا معاكم عتاد ولا معاكم مواد تموينية وكما قلت أنا في المرة الماضية هنا قلت حتى الأرض لم تكن مع المسلمين إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم العدوة الدنيا التي كان عليها الصحابة كانت أرض رمل تيجي تيجري على الرمل تسوخ رجلك الفرس نفسه ما يعرفش يجري على الرمل ولذلك أنزل الله عز وجل المطر ليثبت الأقدام العدوة القصوى بتاعة اللي كان المشركون عليها كانت أرض صخرية ممكن يحصل كر وفر والأرض جمدة تحته حتى الأرض لم تكن معها ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا جاءت بخيالائها وكبريائها وتحاد الله ورسوله رفع يديه وبالغ في رفع يديه إلى ربه حتى سقط البرد عن منكبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم انهم جياع فأطعمهم اللهم انهم عرات فاكسوهم اللهم انهم عالة فاحملهم حتى أخذ أبو بكر رضي الله عنه بمنكبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا رسول الله يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أبشر لأبي بكر أبشر هذا جبريل على ثناياه النقع وهو معتجر بعمامته راكباً فرساً إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم من يتغلب من الذي يغلب إذا كان الله والملائكة معه فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سلاح الرعب هذا مما اختصت اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لهذه الأمة ما اتقت ربها تبارك وتعالى من ضمن الأسلحة دي سلاح الرعب وبينه وبين عدوه مسيرة شهر مسيرة شهر على الأقدام والعدو مرعوب تستكه ركبه فزعاً من المسلمين وهم لسه على بعد شهر سيراً على الأقدام ونصرت بالرعب مسيرة شهر في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الدعاء فأذلة أي قلة المعنى التاني والقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة المعنى التاني أذلة له لما كنتم أذلة له نصركم والذليل لا يخالف ولا يستطيع أنا لا أعلم نبياً انتصر بالقوة المسلحة إلا ثلاثة في حدود علمي قد أكون مخطئاً قد يكون فاتني شيء من هذا لكن في حدود علمي لم يستخدم نبي القوة المسلحة السيف يعني والضرب والكلام ده في مقابل خصمه إلا ثلاثة يوشع بن نون وداود عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم أما سائر الأنبياء فكان الواحد منهم يقول اللهم إني مغلوب فانتصر فكان الله عز وجل ينصرهم بالدعاء والاستقامة على أمره فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون بعدما دعى موسى عليه السلام على فرعون قال الله عز وجل استقيم وقال له ولأخي هرون واجعل بيوتكم قبلة فيقول إحنا عندنا أسلحة ماضية بس كل نصر مربوط بالإيمان كل نصر كل وعد بالنصر ربطاه الله عز وجل بالإيمان لازم يبقى أنت عايز انتصار بدون ما يكون عندك إيمان يبقى تخلف الشرط الذي جعل الله عز وجل للنصر من أجله آدي بدر انتصر فيها المسلمون نصر مؤذرا حتى صارت غزوة فريدة لها من الخصائص ما ليس لغيرها من الغزوات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية وعندنا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما حصل بينه وبين المشركين مراسلات وكان له قرابة في مكة فأرسل إليهم كتابا يفشي فيه بعض خبر النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان هيخذو المشركين وكان بيجلس مع الصحابة وقول له نعمل الخطة الفلانية ونخذوه من الطريقة الفلانية والكلام حاطب ابن أبي بلتعة له قرابة في مكة وطبعا المشركون كانوا يعذبون المؤمنين في مكة حب يتخذ يدا عند المشركين حتى لا يؤذوا قرابته عمل إيه كشف بعض الأسرار الحربية في كتاب للقريش إن احنا نجلكم من المكان الفلاني وحنخذوكم من المكان العلاني والكلام ده وأعطى هذا الكتاب لمرأة والمرأة دي يعني برمت كده الورأة دي وضفرت ضفايرها شعرها عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس في يوم الأيام وحاطب ابن أبي بلتعة موجود ومجموعنا الصحابة وعمر بخطاب ومقداد بن الأسود علي بن أبي طالب نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبره بالواقع إن فيه امرأة موجودة في مكان اسمه روضة خاخ معها كتاب هاتوا اقرأوا أرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وصلوا الروضة الخاخ فعلا وجدوا امرأة أحدى قال لها علي أخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب فقال لها لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب هنألعك إذا ما طلعتش الكتاب فكت ضفايرها وطلعت الخطاب أخذوا علي بن أبي طالب ما قرأه طبعا أخذ الكتاب وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مجلسه وحاطب بن أبي بلتعى جالس فتح النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب وقرأ من حاطب بن أبي بلتعى إلى فلان وفلان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيكم كذا وأفشل خطة أسقط في يد حاطب وقام عمر بن خطاب وجرد سيفه وأراد أن يضرب عنق حاطب قال أنه خان الله ورسوله والمؤمنين فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان ولكن أردت أن أتخذ يعني جميلا عند هؤلاء لأصون به قرابتي وعمر بن خطاب واقف يريد أن يضرب عنق حاطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ثم اتجه بكلامه إلى عمر قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فاستقبل عمر دمعه بفضل ردائه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الكلام لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكان حاطب النبي بلتع رضي الله عنه كان قاسيا على غلام من الأغيلمة اللي عنده فجاء هذا الغلام العبد ده يشتكي حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار أي بسبب قسوتي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم له كذبت إنه شهد بدرا بدر دي علامة من العلامات الكبيرة جدا المضيئة ولذلك صار الصحابة ينسبون إليها وقال أبو مسعود البدري ولا ينسب أحد إلى غزوة من الغزوات الأخرى التي شهدها المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام آدي غزوة بدر ونصر الله عز وجل جنده نصرا مؤذرا مع إنه ما فيش أسباب أرضية لما تروح لغزوة حنيب وكانوا عشرة آلاف ويمكن دي أكتر غزوة تجمع فيها عدد من المسلمين قال بعض المسلمين لبعض لن نهزم اليوم من قلة إحنا أكتر أوي وهي عندنا دروع وهي عندنا إخواز باللبسنها وعشر تلاف ومستعدين ده إحنا النهضة حقا وإحنا كله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبري آدي الفرق بينهم الاثنين حتى تفضل الله عز وجل وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروه إيه بقى الفرق ما بين الغزوادي والغزوادي القانون الذي لا يتخلف أبدا لم يتخلف في الزمن الماضي ولا يتخلف في الزمن الحاضر ولن يتخلف في الزمن المستخدم القانون اللي هو إيه وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم العلماء بيقولوا ما وإلا تفيد الحصر نفي الاستثناء يفيد الحصر النصر من عند الله ينزله على من يشاء من عباده بس بشرط الإيمان أن يكون مؤمنا ما يبقى الشارد يفعل ما يريد يعيذ في الأرض فسادا فإذا عاقبه الله عز وجل بأن ينكسر مرة ومرة ومرة أمام عدوه لا يجوز له أن يجعر ويصرخ فضلا أن يرفع قيرته على ربه ثم يقول لماذا يا رب لماذا هزمت إحنا بلادنا ما الآن بتعجب المخالفات المؤهلون لإرجاع الأمة مرة أخرى إلى مواقعها الحقيقية هم أهل العلم دون غيرهم أهل العلم بالله دون غيرهم أنا سمعت شيخي الشيخ محمد نجيب المطيعي في درس من دروسه قال إن في حرب رمضان قبل أن تقوم الحرب بعدة أشهر الدولة استنفرت أهل العلم اللي هم التوجيه المعنوي في الجيش واستنفرت أهل العلم كان يقول كان يقول كنا نبيته مع الجنود في الخنادق بالأيام الطويلة نحدثهم عن السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عز الإسلام والمسلمين وأنه كيف أن المسلمين لم يغلبوا قط في أي معركة دخلوها حتى مع قلة عتادهم يقص عليهم هذا كان يقول كأن بعض الجنود كان يقوم ويبكي وكان يضرب الأرض بأيديه ويقول طب أنتم كتفين لئه طب إذن لنا أن نحارب شعار الله أكبر اللي هو كان في الغزوة وهذا الكلام ما هو منبثق من مثل هذا الكلام كان فيه نوع من الروح الإيمانية لا ننتصر على عدونا أبدا إلا إذا كانت علاقتنا جيدة بديننا عندنا أمثلة كثيرة في الماضي والماضي والحاضر نسخة بالكربون أمراض الأمم واحدة مواقع قوة الأمم واحدة لكنها جديدة على الجيل فقط لا غير إنما هي واحدة ولذلك قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل يبقى امشي في الأرض وانظر إلى الحضارات التي بادت لما بادت هتلاقي نفس الأمراض القديمة هي هي الأمراض الموجودة الآن نهاردة نبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخروا جحر ضب خرب لدخلتم وراء قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ومن من الناس يعني ما هم دول كل حاجة من برة عندنا متخصصون في الإفساد ما ينقلش إلا الحاجة القذرة ما ينقلش إلا الفساد الذي أذرى بهذه الأمم لا ينقل لنا أبدا مواقع القوة رجل سنه 83 سنة أديب من الأدباء اسمه كان زي الشمس كده طاير كده وهو سنه 83 سنة عملوا معا لقاء في جريدة الأهرام سنة 77 أو بعدها بقليل قالوا له إيه أحسن شيء عجبك في فرنسا قال لهم الزواج الجماعي الزواج الجماعي يعني يتبادلون الزوجات أدي اللي عجب ابني 83 سنة دا اللي عجبه عايز ينقل لنا اللي عجبه سبوع الماضي في بعض البلاد العربية فوجئ القاضي في المحكمة الشرعية ببنتين دخلين يتجاوزوا بعض واحدة عايزة تعقد على التانية لما دخلت البنت قالت له أنا عايزة أتزوج قال لها فين جوزك فإذا بامرأة تقوم على سنجة عشرة متماكيجة وآخر حلاوة وقامت قالت أنا جوزه بوهت القاضي وبوهت كل من في المحكمة قال لها طب انت يا ابني اللي هي البنت يعني فين الولي قام الأب على استحياء وقال له أيوة أنا ابني داعي إذا أجوزوا البنت دي امرأة تتزوج امرأة شذوذ إزاي يحصل هذا في بلاد المسلمين أين السلطان أين الحكومة عشان يحصل شيء من هذا في بلاد المسلمين كيف يباح مثل هذا دل مدمر الأمم هو دل مضايعنا الصالحون في كل البلاد سيضيعون بسبب هؤلاء الفسقة ولا تنسوا الذي جرى في غزوة أحد ماذا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأمة جميعا بل أفضل سيد ولد آدم ألم تكسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام ألم يشج رأسه ألم يسقط في حفرة من التي حفرها أبو عامر الفاسق طب لماذا أذي النبي عليه الصلاة والسلام لماذا شج رأسه عشان الجماعة على الجبل تركوا مواقعهم فلما تركوا مواقعهم أذي النبي بسببهم وكما سألت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يهلك الصالحون فيبقى المؤهلون وحدهم مش هحط حد جنبهم ولو عايزين أن احنا ننبش الأوراق وننبش هننبش الأوراق وعنجيبها كل الأحزاب الموجودة في بلاد المسلمين أحزاب عبارة عن مرض طفح على جسد الأمة المسلمة كل حزب من الأحزاب السياسية دح الإسلام جانبا وعامل برنامج خاص به إذا وصل إلى حكم كيف أحكم الدنيا كأن الله عز وجل ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا كل واحد كل حزب عنده تصور للحياة الحياة السياسية والحال الاقتصادية والحال الاجتماعية لا يوجد أي علاقة بالإسلام يبقى النهاردة إذا أردنا أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة نقرأ السنة قراءة صحيحة وعلى ضوء القرآن والسنة نفهم وقاع التاريخ سنعلم أن المؤهل الوحيد لقيادة هذه الأمة وإرجاعها إلى مواطن قوتها هم أهل العلم بالله دون غيرهم أما الآخرون فإنما يستعملون لبقاء الناس في الدنيا وأنا لا أهمش طبعا بقية العلوم ولا أقول لنا مش مهمة ولا العلم العسكري مهم ولا علم الطب مهم ولا التجارة ولا لا 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 ما قلت هذا لكن نحن نتكلم عن الإصلاح من الذي يقيم الناس على طريق الله أهل العلم بالله قال الله عز وجل الرحمن فاسأل به خبيرا لا تسأل عن الرحمن جاهلا بالرحمن إنما إذا أردت أن تسأل عن الرحمن سأل خبيرا بالله سبحانه وتعالى لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما واعتزل سعد بن أبي وقاص الفتنة وخرج من المدينة وأخذ أرضا بمكان يقال له العقيق يرعى الأغنان بتاعته وياكل واشرب واشدعه بالمسألة واعتزل الفتنة لما سألوه عن المسألة دي ليه ما اشتركتش يعني وفصلته وانقدت لإحدى الطائفات لا تعتقد أنها على الحق قال إنما مثلنا ومثل إخواننا كمثل رفقة كانوا في طريق فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم فمعرفوش يروحوا فين فاجدهد جماعة قالوا الطريق يمينا فساروا يمينا وقال جماعة الطريق يسارا فصاروا يسارا أما نحن فقلنا لن نبرح مكاننا حتى تنجلي فلما انجلت كنا على الأمر الأول يا إذن إذن ما فيش خلاف بين الجماعة كلها إن المكان اللي إحنا وقفنا فيه هو دا المكان الصح الجماعة اللي خدوا يمين اكتهدوا أخطأوا مثلا الجماعة الذين ساروا يسارا أخطأوا اكتهدوا أخطأوا أما نحن فبيقين نحن على الأمر الأول الأمر الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إبقى مع إصلاحنا لأنفسنا وده طريق التمكين لا نترك إخواننا المسلمين في غزة بل نساعدهم بكل ممكن لا تدخر وسعا بأي شيء تستطيع أن توصل لهم يد العون إلا يجب عليك وجوبا أن تفعل ونحن نعلم أن هذا برغم جسامة المحنة إلا أننا سنخرج منتصرين منها إن شاء الله لا تعدوا قتلاكم عدوا القتلى يحدث خورا في النفوس مع هذه المرارة التي نشعر بها ونتجرعها كل يوم كلنا يتجرع المرارة لكن لما تعد تعد القتلى بيحصل عندك نعم الخور مات ألف مات ألفين مات تلات تلاف لا لا تفعلوا ذلك قتلانا في الجنة إن شاء الله وقتلاهم في النار إن ماتوا على كفرهم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة